الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم الملفات في مجموعة السبع فمع ولوج هذا الابتكار مجالات عدة بات من ضروري تقنين استخدامه لتجنب مخاطره العابرة للحدود أولى التدابير التي تنوي مجموعة السبع اتخاذها تشكل مجموعة عمل للذكاء الاصطناعي لقيادة المناقشات حول الاستخدام المسؤول لهذه الأدوات ستسمى هذه المبادرة بعملية هيروشيما وستتم بالتعاون مع منظمات دولية لإجراء مناقشات بحلول نهاية العام الجري ستركض هذه العملية بشكل خاص على الذكاء الاصطناعي التولدي والذي يشمل البرامج القادرة على إنتاج كود الكمبيوتر والنصوص والصور والصوت والفيديو وغيرها على غرار تشات الجبيتي من أبرز الجوانب التي سيتم تطرق إليها مسألة الحوكمة وحماية حقوق الملكية الفكرية ثم الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات الجديدة إلى جانب وسائل التصدي للتلاعب بالمعلومات والتضليل عبر هذه الأدوات هذا ويأمل أعضاء مجموعة السبع أن تتكلل الاجتماعات المرتقبة بتطوير مناهج متعددة الأطراف تسمح بوضع معايير للذكاء الاصطناعي بما يضمن احترامه أطر ملزمة قانونيا خلال الأشهر الأخيرة تحدثت بعض الدول والهيئات التنظيمية عن توجهها لتقنين استخدام الذكاء الاصطناعي لكن لم يتم الإعلان عن أي خطوة عملية وذلك لأن تطور هذه التكنولوجيا بات يتجاوز الجميع خاصة في ظل التصابق المحموم بين عمالقة التقنية مؤخرا حذر خبراء من أن عدم اتخاذ أي إجراءات بهذا الشأن خلال قمة السبع سيشكل فرصة ضائعة لمعالجة الابتكار السريع في هذا المجال وما له من آثار اجتماعية حتمية نقاشا لذلك من بون ينضم إلينا الصحفي المتخصص في التكنولوجيا السيد ياسر أبو معالق أهلا بك معنا سيد ياسر في هذه الساعة على سكاين نيوز عربية وكبل أن نعلق حتى على مجموعة العمل هذه والتي ستتابع ما يتعلق بتقنيات الذكاء الاصطناعي كيف تعلق بالأساس على تقدم بلف الذكاء الاصطناعي إلى حد نقاشه في اجتماعات مجموعة السبع بالطبع الأمور الكثيرة التي جلبها معه الذكاء الاصطناعي وتطور نماذج اللغة الكبرى والذكاء الاصطناعي المنتج أو التوليدي كلها باتت تسبب حرجا كبيرا للحكومات خصوصا وأنها حتى الآن لم تجد أي صيغة للتحكم أو لتأطير هذه الأداء الكبيرة والحساسة جدا قانونيا وأخلاقيا أيضا وترخيصيا أيضا من ناحية ترخيصية حتى الآن هذه يعني عالم الذكاء الاصطناعي ما يزال عالم أشبه بالغرب المتوحش الأمريكا والوالد وست والذي يعني تقوم الشركات فيه بتطوير هذه النماذج دون رقيب أو حسيب وطرحها إما في السوق بشكل مجاني للمستخدمين أو على شكل اشتراك شهري والكل يتنافس والكل يستخدم يعني عددا مهولا من البيانات دون أي التفات إلى الحقوق الفكرية لأصحاب هذه البيانات أو مصدر هذه البيانات أو مدى كون هذه البيانات دقيقة أو صحيحة وبالتالي وما تسبب به ذلك من مشاكل وأيضا بالنهاية وصولا إلى مشكلة الأمن القومي لهذه الدول من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي إما في فك الشفرات أو في التصنط أو في حتى التلاعب بنتاج الانتخابات أو بالانتخابات بسير العملية الانتخابية كما حصل مؤخرا في كندا من اتهامات لجهات معينة بالتلاعب بالانتخابات ومن هنا تأتي خطوات مجموعة السبع التي تنوي سيد ياسر تشكيل مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي كأحد تدابيرها لقيادة نقاشات الاستخدام المسؤول لهذه الأدات ما أهمية ذلك لمعالجة كل النقاط التي تفضلت بالحديث عنها كما ذكرت الأهم في هذا الموضوع هو نقطتان بالنظر إلى البيانات التي خرجت أو التي تمخضت عن قمة السبع في هيروشيما حاليا هناك أولا عملية هيروشيما التي سبقها اجتماع لوزراء التقنية والمعلومات لدول السبع سبق هذه القمة حوالي أسبوع تقريبا ولفت فيها النظر إلى أن هناك حاجة أولا إلى تأطير عملية استخدام النماذج الذكاء الاصطناعي من ناحية قانونية أولا ومن ناحية العامل الإنساني ثانيا أي أن العامل الإنساني يجب أن يكون ضروريا أثناء عملية التطوير وصولا إلى عملية التأكد من دقة البيانات وأخيرا عملية التحكم في نموذج الذكاء الاصطناعي نفسه هذه من جهة من جهة أخرى فإن المعلومات أيضا تشير إلى أن هناك حاجة إلى أن تكون هناك ضوابط تحكم دقة البيانات التي تتدرب عليها نموذج الذكاء الاصطناعي هذه للتقليل من المعلومات المضللة للتقليل من ظاهرة ما يعرف بهل وسط الذكاء الاصطناعي عليها تفصيلا بعد قليل ولكن أشرت في حديثك إلى ضرورة ما يسمى بالتعامل الإيجابي مع هذه الأدات مع هذه التقنية أو حصرها وحصارها حقيقة هل تعتقد أن هذا الأمر ممكن نتحدث عن ثورة في التقنية تقنية الذكاء الاصطناعي كتطبيق شاد جبتي مثلا من أين يمكن البدء أو حقيقة هل يمكن السيطرة الآن على ذلك ربما تكون نقطة البدء هو القانون الشامل المتكامل الذي ينوي الاتحاد الأوروبي الخروج به بعد فترة زمنية قصيرة والذي يعرف بقانون الذكاء الاصطناعي والAI Act هذا القانون يعتبر ربما الأول من نوعه على مستوى العالم والأشمل من نوعه على مستوى العالم ويصنف نماذج الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغة العملاقة حسب درجة المخاطر فيها أي أنه يصنف الحاجة إلى التحكم أو إلى الترخيص لهذه النماذج من خلال تقدير نسبة خطورتها أو نسبة المخاطر التي ممكن أن تتسبب فيها حيث يصنف هذا القانون المخاطر إلى أربعة مستويات وكلما زادت خطورة النموذج أو كلما ارتفع في هذا النظام المقسم كلما كانت هناك حاجة أكبر إلى الحوكمة إلى التقارير الشفافية إلى الترخيص إلى وجود العنصر البشري لمتابعة هذا التطور والتأكد من أنه غير لن يؤثر بشكل كبير على حياة البشر أو حتى على الأمن القومي للدول هذه نقطة النقطة الأخرى هي أن أيضا قادة التقنية وقادة شركات الذكاء الاصطناعي أشاروا أيضا إلى ضرورة وجود العنصر الإنساني إلى أن هذه التقنية دون أن تكون محكومة بإطارات وقوانين معينة وحتى ترخيص معينة ستكون منفلتة على عقالها وستستخدم لأغراض ربما ليست الأغراض الأصلية التي أراد مطوروها أن يصلوا إليها يعني ما قصته بسؤالي أكثر هذه التقنية هي منطلقة ومتطورة كما تقول أنت هل تعتقد أنه بمقدار أي أحد أو أي قوة دولية أن تتصدى لها أن تحاصرها أو حتى تقوم بعمليات تقنية استخدامها ربما قد يكون المصطلح ليس التصدي أو محاصرتها وربما يكون هو تقنينها أو إدارتها في اتجاه يخدم مصالح هذه الدول وهذه الكيانات وبالتالي دون المساس بعملية التطور بالعملية الابتكارية بالتطور المستمر لهذا الذكاء الاصطناعي وهذا ما يهدف قادة الدول السبع إلى الوصول إليه هل سيتمكنون بالنهاية إلى إيجاد صيغة قانونية وأخلاقية وتجارية حتى لتطوير هذه منهج مشترك من أجل التحكم بهذه العملية دون المساس بمصالحهم هذا ما ستجيب عنه الأيام المقبلة وأيضا ما ستجيب عنه إذا ما كانت هناك دول أخرى خارج إطار كتلة مجموعة السبع ستلتزم بنفس القوانين والمعايير هل توجد أصلا آلية بالأساس لإلزام أي دول خارج مجموعة السبع بأي قوانين تتعلق بتقنين توجيه إدارة تقنية الذكاء الاصطناعي أم أننا سندخل في مواجهات أخرى دولية هذه المرة عنوانها تقنية وتطوير الذكاء الاصطناعي ولو كانت بدأت بالفعل وإرهاصاتها بدأت لا طبعا لا توجد أي إمكانية أو آلية لإلزام الدول الأخرى بنفس القوانين والمعايير التي تلتزم بها دول المجموعة السبع إلا من خلال احتكار عملية التطوير والتقنية لهذه النماذج الذكاء الاصطناعي في داخل هذه الدول مثل ما يحصل حاليا في موضوع الرقائق الإلكترونية وحصرها في دول معينة وبالتالي إلزام الدول الأخرى على الالتزام بالقوانين ومعايير معينة من أجل الحصول على هذه التقنيات المتقدمة وبالتالي أعتقد أن دول السبع ستسعى طبعا إلى الوصول إلى هذا الاحتكار قبل فرض معاييرها وقوانينها كنت معنا من بون الصحفي المتخصص في التكنولوجيا سيد ياسر أبو معالق شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات